كابتن محمود حبدأ مع حضرتك والأول عايزة أعرف إحساس حضرتك بوجود النادي الأهلي في مثل هذه المباراة التاريخية والكبيرة جدا بطل قارة أفريقيا ضد بطل قارة أوروبا في نصف نهائي كأس العالم المنديا طبعا هي مهمة صعبة جدا أنت مش بتمثل مصر أنت بتمثل الكارة كلها طبعا ربنا وفقنا في المباراة السابقة الحقيقة وقدنا نخش دول الأربعة وده في حد ذاته يعني إنجاز على مستوى كأس العالم الأندية طبعا طموحنا لا يتوقف عند النقطة دي احنا عندنا أمل كبير وأعتقد في مباراة بس كانت على المستوى للمباراة الودية الرسمية طبعا مباراة مع فريق كبير بطل أوروبا ممكن أحسن فريق في العالم في الفترة الحالية أعتقد بتبقى المهمة صعبة جدا وخصوصا أنها مباراة على المستوى الرسمي إحساسك أهلاوي يا كابتن في مثل هذا الوقت أنا عندي أمنيات طبعا أهدفنا واحدة يعني نفس أهدف اللعيبة الجهاز الفني مجلس الإدارة احنا نتمنى أن احنا نتخطى هذه العقبة الصعبة جدا وإن شاء الله كلنا عندنا أمل كبير أن احنا ممكن نوصل للفاينال وأعتقد دي ممكن فيه مباشرات الحقيقة كتير قوي على المستوى يعني لو رجعت كده الزكريات شوية كنا نحنا في سبعة و سعوين قابلنا بقى المونيخ ما حتسف الحقيقة في المباراة و قدناها بشكل جيد و كانت مفاجأة لنا فهي تدينا أمل برضو وإحنا بإمكانيات لعبتنا وبتمحهم و مستواهم والأهداف اللي هم وحطينهم أكيد طبعا أنت بتتعدي مرحلة وبتفكر في المرحلة اللي بعدية أكيد كل اللعيبة والجهاز الفني و مجلس الإدارة هو أهدافهم واحد في المباراة القادمة نحن نوصل للفينال بإذن الله